إنها حضارة احتكارية تحتكر جوهر الحداثة وتسمح بتسويق ما يشد الهامش بالمركز فقط وهذا ما نسميه بتبعية المشكلة في علاقتنا مع الغاب أنه هناك مساحات التي يجب أن ننبهر بها هي في حيث احتكار ليس من حقك أن تنبهر وتتمثل بعض الأشياء التي هي تمثل جوهر الحداثة نمونا مراقب من قبل الغرب لكن يفتحنا هوامشه وتقافته التي لا تمثل جوهر هذه الحداثة أحيانا يشاركنا هذه العناصر التي هو نفسه تهدده يعني نحن نقبل بكم هوامش نصدر لكم كل تفاهاتنا الغربية وشيء من هذا الذي تنبهر به في الديمقراطيات ولكن لا يصل إلى مستوى النموذج أو المركز بالتالي أنت محكوما عليك بلعنة العالم الثالث والهامش وهنا يجب أن يقوم الخطاب الجديد البديل الذي يمنح المتلقي عندنا وعيا كافيا بهذه العلاقة غير المتكافئة وعيا كافيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر